نحن الآن نمر بفترة حرجة وفترة الأسبوع الحاسم الأسبوع التي تطلب منها من الجميع يعني ليس فقط من الكوادر الطبية أن تؤدي واجبها بأكمل وجه لكن أيضا من المواطنين أن كثير من الاشتراطات أن يلتزموا فيها بس إيش قصدت هذا الأسبوع حاسم؟ هذا الأسبوع الذي مضى وكان فيه بوادر استقرار بوادر ثبات وبائيا نعم وبائيا في بوادر ثبات قد نكون وصلنا إلى الضروة ونحن الآن هذا الأسبوع الذي سيبدأ أو بدأ اليوم سيحدد اتجاه المنحنة نتأمل أن يبدأ المنحنة بالنزول التدريجي ولكن هذا سيحتاج إلى وقت وبالتالي أي فرصة الآن يجب أن توجه للمساعدة بكبح جماح هذه الوباء حتى يستطيع المنحنة أن ينزل بشكل تدريجي وسلس دون أن يؤثر على المنظومة الصحية دون أن يؤثر سلبا على المنظومة الصحية الآن زي ما أسلفت نسب الإشغال عالية والأطباء منها يكونوا وبالتالي علينا أن نتعاون معهم بأكثر ما يمكن في هذه المرحلة اللي إحنا بنمر فيها بتقدير هذا الأسبوع سيكون صعب حاليا طيب أنتقن مباشرة لك بتور حسين وتور حسين بدي أحكي معك بصراحة وبضوح ونحكي مع الأردنيين بصراحة وبضوح لنزال نشهد ونتابع ونرى مظاهر تجمع شيئنا أم أبينا هذا كلام موجود ومرصود ويعني ظاهر وبائن للعيان ما أحكي شيء مخبأ ولا أحكي سر من تحت الطاول اليوم مع كل التحذيرات بأن التجمعات محظورة التجمعات بؤرة ساخنة للفيروس لا تزال بعض عداتنا التي تشهد تجمعات قائمة كما هي دون تغيير أو تفديل رأيك من ناحية علمية الاجتماع هو السمى الأميز للإنسانية أي أن الأصل في الأشياء هي الاجتماع أي التقاء الناس في المناسبات المتعددة والمختلفة لكنه جراء جائحة كورونا التي مثلت متغيرا أو ضغطا خارجيا على عادات الأردنيين اضطر الأردنيون أن يعدلوا في بعض عاداتهم في بداية انتشار هذه الجائحة وخفت نوعا ما وجراء الحضر لثلاث شهور الذي ساهم بدوره في تعديل بعض هذه الاتجاهات لكن من الواضح أنه تم تفهم خاطئ وكأننا أمام ارتخاء أو تراخي في التعامل مع هذا الفيروس وسرعة انتشاره وخطورة تفشي نحن أناس لدينا مستوى مرتفع من العلم والوعي يجب أن نمتثل إلى وعينا لما يقول أصحاب الاختصاص علينا أن نباعد جسديا بين أنفسنا والآخرين ولكن الذي يجري أنا وأيد ما تفضلت به قبل قليل أن هذه التجمعات ما زالت حاضرة لا بل والأخطر أن البعض يعتقد أن كسر مثل هذه التعليمات الطبية الضرورية لنا ولحمايتنا ولأنفزنا ولمجتمعنا نوع من الفلوسية لماذا؟ لأن الثقافة التقليدية التي استقر عليها المجتمع الأردني عبر أجيال كانت ثقافة الجماعة وليست ثقافة الأفراد اشتركوا في القناة